كشفت شركة ميتا عن افتتاح أول محطة تجزئة لها في كاليفورنيا في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز ميتا فيرس وأعلنت الشركة عن توفير منطقة تجارب في المتجر تمكن من خلالها تجربات نظارات الواقع الافتراضي من بين منتجات أخرى وكرست الشركة عشرة مليارات دولار على مدار العام المقبل لبناء ميتا فيرس وهو مصطلح يشير إلى عالم افتراضي يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ أنه سيصبح معيارا للعمل والتواصل الاجتماعي والألعاب في المستقبل